بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحابته أجمعين من الأسئلة كذلك التي ترد بكثرة في نهار أو في أيام رمضان عن ما هو حكم استعمال المخدر المخدر الأسنان المخدر أو الإبر التي يستعملها الأطباء من أجل خلع الضرس من المعلوم أقول من المعلوم أن كلما وصل إلى حلق الصائم وبالأحراء إلى المعدة في نهار رمضان فهو مفطرون سواء كان من المنفذ الطبيعي كالفامي أو كان من منفذ أعلى كالعيني أو الأذني أو كالعيني أو الأنفي أو الأذن كلما وصل إلى الحلقي فهو مفطرون وهنا يطرح هذا الإشكال فإذا استعمل المريض عن طريق الطبيب طبعا هذا المخدر فإنه لا يفطر لماذا؟ لأن الإبر في حد ذاتها غير مغذية وأما خلع الضرس فإذا أمكان للإنسان أن يدفع ذلكم الدم بأن يبقى مجه فصيامه صحيح وأما إذا غلبه ودخلها الدم فصيامه باطل ولكن نحن نتكلم عن المخدر الذي هو الإبر التي تكون للتخدير لا تفطر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يشفي الجميع والأفضل أن يخلع ذلك الإنسان وذرسه في ليل رمضان إلا إذا تعذل عليه ذلك نسأل الله العافية